دور تشريعي هام تتكفر بالقيام به لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب فهي من تعنى بدراسة مختلف الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للبحرين فضلا عن سن قوانين حازمة لمكافحة الجريمة أينما حطت بظلالها السوداء حتى ينعم المجتمع بمحيط آمن ومستقر في مجلس النواب التشريعي فصل آخر من فصول التمييز المترامي بحكاية يمتد عمرها لأكثر من 16 عاما فصل خطت حروفه بتأليف كتلة موحدة للجنة فرضت ذاتها لأهمية المواضيع التي تختص بمداراتها وتنفيذها على الوجه الأكمل صلاحيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تقف عند هذا الحد بل وصلت اختصاصاتها إلى معاينة شاملة وموضوعية للشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة ومكافحة الجريمة أينما حطت بظلالها السوداء حتى ينعم المجتمع بمحيط آمن لا شيء يثنيه عن تقدمه ونمأه استبدال العقوبة سابقا كانت العقوبة أي واحد يحكم عليه القاضي بالسجن وغيره حاليا تميزت في الوحرين بهذا الأمر تميزت أن تمت استبدال العقوبة بعملية مجتمعية بخدمة مجتمعية في البلد وهذا يحسب حق الوحرين حقيقة كذلك في هناك بعض العقوبات التي قلضت على الإرهاب والإرهابيين وهذه كانت من أبرز المهام التي قامت فيها اللجنة ارتباط وثيق وتعاون خصيب اتضحت معالمه جليا في جداول العمل الثنائي الذي تميز بوثاق متين ساهم مفضيا إلى بناء تشاركي يجمع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب مع متنوع الوزارات المستضلة تحت بنيان السلطة التنفيذية عرض برنامج عمل للحكومة على مجلس النواب وهذه لأول مرة فتم العملية مفصلة لبعض الأمور والمشاريع التي تكون في عمق اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني وكانت هناك رقابة على أداء الحكومة وكان هناك متابعة على الحكومة حقيقة كانت هناك تعاون مثمر وكان هناك تصميم على تسهيل الأمور ما بين جانبين كان هناك اجتماعات مثمرة وكان هناك تعاون مثمر ما بينه كسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ودائما ما يوجه صاحب اسم الملك الأمير خليف وزراءه بالتعاون مع السلطة التشريعية هذا سأدى إلى تسهيل أمور كثيرة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لطالما عنيت بدراسة متنوع المواقف الدولية وتطورات السياسة في ساحتها وحتى بفحو التفاهمات والمعاهدات الدولية التي تكون فيها السياسة الخارجية لمملكة البحرين الطرف الأبرز في إتمام جوانبها ضمن إطار تكاملي يعكس عمق العلاقات التي تربط البحرين بصديقاتها من الدول ويظهر الصورة المتوازنة لمملكة التسامح والاعتدال والتعايش لتلفزيون البحرين محمد رشادات